اشتركوا في القناة وبرامج اخرى متفرقة ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم معنا وينا قوة من الاستخبارات العسكرية تعتقل المحامي ساطي الحاج بمدينة برسودان بولاية البحر الاحمر تواصل حملة الاعتقالات العنيفة على الرافضين للحرب في الولايات وتحزيرات من تحول الحرب الى اهلية شاملة المرصد السوداني لحقوق الانسان يقول ان حرب الجيش والدعم السري تحولت الى حرب ضد شعب السوداني مجد النعيم يقول البرحان منفصل عن الواقع لا هو قادر على الانتصار ولا باتخاذ قرار بخوط مفاوضات للسلام والان الى تفاصيل النشرة من راديو دابانجا وصف الناشد والمدافع في مجالات حقوق الانسان والتنمية مجد النعيم خطاب القائد العام للقواد المسلحة ورئيس مجلس السيادة الفريق البرهان بالمتناقض وانه يؤكد على انفصال البرهان عن الواقع وانه يتغلب في مواقفه من مرحب السلام الى داعية للحرب وذكر النعيم في حديث لراديو دابانجا ان البرهان هاجم في خطابه دعاة وقف الحرب وفي نفس الوقت يقول انه يؤيد الدعوة لوقف الحرب ثم عاد وطرح مطالب تختلف عن مطالبه السابقة واضاف البرهان وجه خطاب للشعب السوداني والشعب يريد ان يرى نهاية للحرب سواء كانت بانتصار الجيش او بالاتفاق مع الدعم السريع لكن الخطاب لا يؤكد اي من المسارين فلا هو قادر على تحقيق الانتصار ولا قادر على اتخاذ قرار بخوط مفاوضات تحقق سلام يعيد الامان للمدنيين واضاف مجد النعيم في هذا الخصوص بالنسبة لي خطاب البرهان هو مجرد تأكيد جديد على انفصال الجنرال عن الواقع كذلك في خطابه بيهاجم دعاة وقف الحرب لكن برضو يرجع ويقول انه بيأيد الدعوة لوقف الحرب ثم يعود ويحرك المرمى ويطرح مطالب جديد للتفاوض تختلف عن مطالبه السابق لكن الخطاب نفسه ما بيأكد ولا واحد من المسارين ولا حتى سلوك البرهان نفسه لا هو واضح انه قادر على تحقيق الانتصار ولا هو قادر على خوض عملية سلام الاسوأ انه خطاب البرهان بيمشي في نفس طريق تحريض الشعب ضد بعض البعض ومن جهة تانية اوضح مجد النعيم انه تكلفة الحرب تزداد يوما على المدنيين وانه حسب بيانات حديثة فانما متوسطه اربع قتلى يسقطون في كل معركة موظوم مدنيين بجانب الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين في الولايات التي شهدت دخول الدعم السريع وحذر النعيم ان الاسوأ للتطورات الراهنة هو الحرب الاهلية وفقدان الطرفين السيطرة على قواتهم واتساع تسليح القبائل واضاف البرهان يدعو في خطابه لمزيد من التسليح ويدعو جماعات سياسية بعين بعضها يفاخر بمخالفات تعليمات قادة الجيش وهذا يؤكد كذلك فقدان قيادة الطرفين السيطرة على قواتهم واضاف مجد النعيم لراجد بنقة في هذا الخصوص إذا استمر نمط الغيادة الذي يقدمه البرهان وتحالفاته على ما هي عليه اليوم فده ما سيؤدي سوى إلى إطالة أمض الحرب على انفتاح هذه الحرب على حرب أهلية شايفين نظرة أمامنا بالعين الحرب تزداد تكلفة يومين على المدنيين فحسب بيانات حديثة بيزقط ما مقصته أربعة قتلة في كل معركة ومن ناحية تانية بيتسع تسليح القبائل والبرهان بيدعو الحقيقة في خطابه للمزيد من التسليح وبيدعو جماعات سياسية بعينها بعضها يفاخر بمخالفة تعليمات غالية الجيش وذلك مرة أخرى بيأكد فقدان القيادة في الطرفين السيطرة على قواته وفي السياق وصفت الكاتبة الصحفية شمائل النور خطابي قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السري محمد حمدان دقلو بأنهما منفصلان تماما عن الواقع الذي يعيشه السودانيون الآن في كل بقاء البلاد واعتبرت أن كل الخطابين يحملان كما من الخروب من المزئولية وتنكر للواقع وقالت الكاتبة الصحفية شمائل النور القول أن ما يطلبه السودانيون الآن هو أن يمضي الجنرالين بشكل جاد لاتخاذ قرارات شجاعة لوقف هذا الجحيم واعتبرت أن ذلك هو أقل ما يمكن أن يفعله الجنرالين في هذا الوقت وليس مزيد من التسويف والاعتزارات وتشجيع المقاومة الشعبية وأضافت شمائل في هذا الخصوص خطابات منفصلة تماما عن الواقع الذي يعيشه السودانيون الآن في كل بقاع البلاد خطابات تحمل كم يعني من الهروب من المزئولية لكن ما كان ينتظره السودانيون هو قرارات شجاعة من الجنرالين تحقيق اتفاق يوقف هذا الجحيم الذي يعيش فيه كل السودانيين قال المرصد السوداني لحقوق الإنسان أن حرب أبريل التي انتلعت بين الجيش والدعم السريع تحولت إلى حرب يوجهها الطرفان بالدرجة الأولى ضد المدنين من خلال القتل بواسطة خصف الطيران الحربي أو الهجمات على القرى والمدن الماهولة بسكان بجانب جرائم الاختصاب والاتقالات التي يمارسها الطرفان ضد المدنين واستهداف العيان المدنية والبنية التحتية للبلاد إضافة إلى تشريد السودانيين ونقل المرصد عن مشروع بيانات مواقع وحداث النزاعات المسلحة رصده أكثر من 3,250 معركة بين الجيش والدعم السريع نتجت عنها أكثر من 12,192 حالة قتل أغلبها من المدنيين وطلب المرصد الطرفية القتال بإيقاف الحرب فورا وإيجاد حال سلمي للأزمة السودانية والالتزام التام بقواعد القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان ومحاسبة ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات من الجنود والقادة الميدانين اعتقلت قوة من الاستخوارات العسكرية المحامل بارس صاطع الحاج عصر الاثنين بمدينة بورسودان في وقت تواصلت اعتقالات الناشطين في ولاية سنار خلال يوم الأحد بما لا يزال العشرات منهم معتقلين لأكثر من 9 أيام على التوالي وفاد حقوقيون وناشطون راجد بنجا أن الاستخبارات العسكرية بالولاية اعتقلت ثلاثة ناشطين يوم الأحد اثنين منهم في مدينة سينجا وآخر في مدينة الدندر وأوضح الناشطين أن المعلومات المتوفرة لديهم أن المعتقلين يتواجدون في معتقلات الاستخبارات العسكرية ويتعرضون لانتهاكات جسيمة منها الضرب والتهديد بالتصفية وكشف الناشطون عن تجاوز معتقلين مدينة الدندر 20 شخصا وأضافت رحاب المبارك عضو محامي الطواري لراديو دابنجا في هذا الخصوص بالنسبة للاعتقالات الطالب كل الناشطين من عبير لجال المقامة والسياسيين والبهديين والعاملين بغرف الطواري في الولايات هناك في الفترة الأخيرة حجم شرسة على هؤلاء الفئات من قبل استقبالات العسكرية وفي ذات الموضوع قال المرصد السوداني لحقوق الإنسان إن حملات الاعتقالات التي نفذتها الاستخبارات العسكرية في العديد من الولايات تأكد من ممارسة استهداف ممنهج ضد المدنيين من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين وأعضاء لجان المقاومة في المناطق التي تسيطر عليها الجيش وأشار المرصد في بيان إلى وجود مخاوف على حياة المعتقلين خاصة بعد تصريح والي نهر النيل محمد البدوي يوم 29 ديسمبر الذي أمهل فيه عناصر قوى الحرية والتغيير مدة 72 ساعة لمغادرة الولاية وأشار البيان أيضا إلى تصاوت حملات الشحن العنصري وخطاب الكراهية على أسس جهوية وإسنية في ولايات الشرك والشمال الأمر الذي يهدد بتحويل النزاء الدائر إلى حرب أهلية شاملة قال ناشطون في سنار لراديو دابنغا أن عمليات النزوح مستمرة من قرى ولاية الجزيرة إلى سنار ومنها إلى ولايات شرق السودان عبر طريق الدندر وأشار في مقابلة مع راديو دابنغا إلى وجود حالة من هرى وخوف وسط السكام ما أدى إلى عمليات نزوح لسكان سنار إلى ولايات الشركة الثلاثة كسلة القضارف وبرسودان ومنها إلى خارج السودان وأوضحوا أن الوضع الإنساني في مدينتي سنجا وسنار مترد للغاية مشيرين الارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية وندرة في بعضها قال مقرر لجنة أمن ولاية جنوب دارفور الرائط عبد الرازق العبيد إن لجنة الأمن اتخذت إجراءات وتحوطات أمنية لحماية السلع والبضايا الواردة للولاية من دول الجوار وذكر العبيد لراديو دابنغا أن اجتماع لجنة أمن الولاية الأخير ناقش عودة الشرطة في جميع أرجاء الولاية وشدد على ضرورة أن تباشر إقسام الشرطة بالمحليات مهامها أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور عودة العمل بمجمع عمليات النساء والتوليد بمستشفى نيالة تعليمية اليوم الاثنين الذي خرج عن الخدمة في الفترة الماضية بسبب الحرب التي شهدتها مدينة نيالة بين الجيش والدعم السريع وقالت مسؤولة تحضير العمليات بالمجمع معزب بكر دوالبيت لراديو دابنغا أنهم بدأوا منذ أكثر من شهرين في العداد في عودة العمل في مجمع عمليات النساء والتوليد لأهميته وذكرت أن المجمع فقد الكثير من إمكانياته لكنه الآن جاهز لبدأ العمل أفرغت البنوك بولاية النيل الأبيض كل الأموال التي بحوزتها وحولتها إلى مدينة برسودان في وقت تشهد الحركة التجارية في مدينتي كوستي وربك ضغفا وحالة من عدم الاستقرار بسبب نقل التجار بضايعهم إلى خارج الأسواق في أعقاب الشعيعات المتداولة من هجوم محتمل لقوات الدعم السريع على الولاية وقال تاجر بسوك كوستي لراديو دابنغا أن البنوك التجارية بمدينة كوستي أفرغت الأموال التي بحوزتها وحولتها إلى مدينة برسودان خوفا من حدوث هجوم على المدينة وبالتالي يتم نهب الأموال التي بحوزت البنوك كما حدث في العديد من الولايات التي دخلتها قوات الدعم السريع وأوضح أن العديد من العملاء ذهبوا إلى البنوك لاستيلام أموالهم فكان رد إدارة المصارف بأن الأموال تم نقلها إلى برسودان خوفا من تعرض البنوك لعمليات النهب الخبر الأخير في النشرة تدمر الفريشة وبايعات الشاي بسوق الأبيت وموقف الاستاد من الحملات التي شنتها السلطات عليهم يوم الاثنين وقيامها بمصادرة امتلكاتهم دون سابق اندار وعاز شهود عيان لراديو دابنقا أسباب الحملة لتحريض عناصر النظام البايد السلطات ضدهم مشيرين إلى أن الحملات شاملة الشقك المفتوحة وأصدر والي ولاة شمال كردفان عبدالخالق عبدالجليل يوم الأحد قرارا بتشكيل اللجنة العليا للتعبع والاستنفار بالولاية مستمعنا العزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دابنقا وإلى اللقاء